فإذن ضد المسيح احنا قلنا في شخصية في آخر قبل مجيء الرب اللي هو الوحش المسيح الكذاب أو الدجال رجل الإثم الوحش لكن هم يتكلم على أنظمة روحية أرواح شريرة كلها عم بتكمل بتقود لمجيء واستعداد هذا الرجل رجل الإثم اللي بيسميه الكتاب الوحش فإذن أحبائي منشوف أنه فيه أضاد بالديانات والهرتقات والبدع وحتى في الأنظم السياسية والدينية التي تحارب يسوع المسيح وإلا ما هو تفسيرك للمسيح الكذاب اللي عنده السلطان أن يوحد العالم يوحد أديان العالم ويوحد شعوب العالم تحت راية وحدة يا إن بتكون مع المسيح الكذاب أو الدجال أو تقتل أو تقتل وطبعاً كتير ناس بيسألوني خايفين مرعبين شو رايك في الفايف جي فايف وإيه رايك إنه راح يحطوا في الجسم حبة روز اللي فيها يعرفوا كل شيء هاي مش هذه علامة الوحش أحبائي لا نتسرع بالأجوة تعرفوا أنا بتذكر إنه لما طلع الراديو قالوا إنه هذا الوحش لما ابتدأت التلفزيون قالوا هذا الوحش لما طلع الكريدت كاردز الفيزا والماستر كارد قالوا هذا الوحش فكل فترة إحنا في عصر السرعة وعصر إنه بحاولوا ما يكونش حتى أي دعام ليو يكون تسهيل لكل شيء ما يكونش حتى في كاش ما فيش عملة بحيث إنه تكون ترول يكون سيطرة كاملة على كل شيء عاوز أنبهك من هذا الموضوع لا تخف إذا أنت مؤمن مش لازم تخاف ولا تكون مرعب راح يحطوا حبة رز في الجسم ما يحطوا ألف حبة رز في الجسم ما بيعنيني فيش أي إنسان بيقدر يغير قلبك فيش أي إنسان بيقدر يلزم إرادتك لما بيجي بوقت المسيح الكذاب أو الدجال It's a system نظام اللي هو فيه تعاليم في هذا التعاليم أنت يا بتكون معاه يا بتكون ضده والنتيجة موت مشان يك رح يكون فيه استشهاد مشان يك رح يكون فيه موت من مؤمنين كثيرون فأنت مش لازم تخاف وبالعكس اللي فيه الروح القدس مش خايف بقول لكم المسحة يعني الروح القدس اللي هو عارف زي بيعطيك صمام أو أمان انظار جرس انظار يعني أنت رح يتميز بتميز الحق من الضلال فالفكرة هون دعوة أنك تتعمق بالمسيح تتعمق بمعرفة يسوع المسيح فما تركزش على التوالي وعلى كل هذه الأمور اللي بتصير أوه يعني رح جاي المسيح ورح يعني يعمل ما يعمل فيش أي شخص شخصية في العالم كله بيلزمك سواء بحبة رز ولا بكرت ولا بأي شيء اللي تشب أنا بتكلم عن تشب اللي بدخلوه في الجسم الناس مرعوب الناس خايفي أصلا إذا انت خايف انت غير مسيحي انت غير مؤمن لأنه في شيء اسمه إرادة بهذه الإرادة أنت تخير مثل المؤمنين الأوائل إما أن تنكر المسيح أو الموت فإذا أدى أنه نموت فليكن أحبائي لكن لا تتصرعوا ما تهكلش هم هذه الأمور عندك أنت إذا بتحب عيلتك وبتحب الناس طب حكي لهم حبيب عن يسوع بشر الناس عن الغضب الآتي حكي لهم عن محبة الله يعني محبة الله من خلال يسوع هو مش عاوز يهلك أي إنسان فمنركز على ناس كل واحد بيتفلسف وبيتكلم بطريقة بيستخدم الفيسبوك بيستخدم الميديا للأسف كتير أشياء على الفيسبوك ما فيها محاسبة ما فيها مصداقية كل واحد عاوز يحكي اللي بدوياته كان كل واحد يعمل محاسنة في عينيه مثل سفر القضاء يعني لا سلطة دينية ولا سياسية ولا أي شيء خلي بالك العالم كله كل ديانات العالم رح تتوحد حتى الملحد كل الناس بيقول حتى البدع المسيحية كلها رح تتحد ضد المؤمن المسيحي فإذن ما في مسايرة بس الرسول بولوس بيقول المسحة فيكم ثابتة هي تعلمكم كل شيء روح القرس ساكن فينا الله أعطانا حكم حتى نرد على كل معاند على كل مقاوم